أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات صباح اليوم القرار رقم 3 لسنة 2023 ومنطوقه على النحو التالي بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية وعلى القانون رقم 45 لسنة 2014 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وعلى القانون رقم 198 لسنة 2017 في شأن الهيئة الوطنية للانتخابات وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات بجلسته صباح اليوم المادة الأولى الناخبون المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين وفقا لأحكام القانون رقم 45 لسنة 2014 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته مدعوون للإدلاء بأصواتهم في انتخاب رئيس جمهورية مصر العربية بمقار لجان الانتخابات الفرعية وفقا للمواعيد المبينة بهذا القرار المادة الثانية تجرى عملية الانتخاب المشار إليها في المادة السابقة وفقا للمواعيد الآتية خارج جمهورية مصر العربية أيام الجمعة والسبت والأحد الأول والثاني والثالث من شهر ديسمبر 2023 داخل جمهورية مصر العربية أيام الأحد والاثنين والثلساء العاشر والحادي عشر والثاني عشر من شهر ديسمبر وفي حالة الإعادة تجرى عملية الانتخاب خارج الجمهورية أيام الجمعة والسبت والأحد الخامس والسادس والسابع من شهر يناير 2024 داخل جمهورية مصر العربية أيام الاثنين والثلاث والأربع الثامن والتاسع والعاشر من شهر يناير 2024 المادة الثالثة ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وفي صحفتي الأخبار والجمهورية وعلى الجهات المعنية تنفيذوا وإليكم الجدول الزمني تفصيلاً على النحو التالي إن شاء الله بعد إلقاء تفاصيل الجدول هيتم نشره على كافة وسائل التواصل الخاصة بالهاية تلقي طلبات الترشح يومياً ساعة التاسعة صباحاً حتى الخامسة مساءً خلال الفترة من 5 أكتوبر حتى 14 أكتوبر وينتهي العمل باليوم الأخير في الساعة 2 ظهراً إعلان ونشر القائمة المبدئية لأسماء المترشحين وأعداد المزكين والمؤيدين لكل منهم بصحفتي الأخبار والجمهورية يوم 16 أكتوبر 23 تلقي اعتراضات المترشحين من الساعة 9 صباحاً وحتى الخامسة مساءً خلال يومي 17 و18 أكتوبر فحص طلبات الترشح والفصل في الاعتراضات خلال الفترة من 19 أكتوبر حتى 21 أكتوبر اختار المترشح المستبعد بقرار الاستبعاد وأسبابه يوم 22 أكتوبر تلقي تظلمات المترشحين المستبعدين من الساعة 9 صباحاً حتى الخامسة مساءً خلال يومي 23 و24 البت في التظلمات والاختار بها يوم 26 أكتوبر تقديم التعون وقيدها بجدول المحكمة الإدارية العليا خلال يومي 27 و28 أكتوبر فصل المحكمة الإدارية العليا فيما يقدم لها من تعون ونشر ملخص الحكم في الجريدة الرسمية وصحيفتي الأخبار والجمهورية على نفقة الخاسر خلال الفترة من 29 أكتوبر حتى 7 نوفمبر اختيار المترشحين للرموز وفقاً لأسبقية تقديم طلبات الترشح وأيضاً هو آخر موعد لسحب طلب الترشح يوم 8 نوفمبر إعلان القائمة النهائية لأسماء المرشحين ورموزهم ونشرها في الجريدة وبدء الحملة الانتخابية يوم 9 نوفمبر آخر موعد لتنازل المرشح عن ترشحه يوم 15 نوفمبر نشر التنازلات بالجريدة الرسمية وبصحفتي الأخبار والجمهورية 16 نوفمبر توقف الحملة الانتخابية وبدء فترة الصمت الدعائي لانتخابات المصريين في الخارج اعتباراً من الساعة 12 صباحاً 29 نوفمبر انتخاب المصريين في الخارج من الساعة التصحة صباحاً وحتى التاسعة مساءاً بالتوقيت المحلي لكل دولة خلال أيام الأول والثاني والثالث من ديسمبر توقف الحملة الانتخابية وبدء فترة الصمت الدعائي لانتخابات الداخل اعتباراً من الساعة 12 صباحاً يوم 8 ديسمبر 23 الانتخاب بالداخل من الساعة 9 صباحاً وحتى التاسعة مساءاً خلال أيام 10 و11 و12 ديسمبر انتهاء عملية الفرز وتسليم المحاضر للجان العامة وقرارات اللجان العامة بشأن الاعتراضات وكل ما يتعلق بعملية الاقتراع واعلان الحصر العددي يوم 13 ديسمبر تلقي الهيئة الطعون في قرارات اللجان العامة يوم 14 ديسمبر البت في الطعون المقدمة في قرارات اللجان العامة خلال يومي 15 و16 ديسمبر اعلان النتيجة النهائية ونشرها بالجريدة الرسمية يوم 18 ديسمبر 23 استئناف الدعاية الانتخابية بجولة الاعادة وتقديم الطعون وقيدها بجدول المحكمة الإدارية يوم 19 ديسمبر فصل المحكمة الإدارية العليا فيما يقدم لها من طعون ونشر ملخص الحكم في الجريدة الرسمية على نفقة الخاسر خلال الفترة من 21 حتى 30 ديسمبر 23 وبالتالي في أن كل الإجراءات السابقة هتكون خلال عام 23 أما الإجراءات التالية فستتم خلال عام 24 إن شاء الله توقف الحملة الانتخابية وبدء فترة الصمت الدعائي لانتخابات الإعادة في الخارج يوم 4 يناير 24 انتخاب الإعادة في الخارج من الساعة التاسعة صباحاً وحتى التاسعة مساءاً بالتوقيت المحلي لكل دولة أيام الخامس والسادس والسابع من يناير توقف الحملة الانتخابية وبدء فترة الصمت الدعائي لانتخابات الإعادة في الداخل يوم 7 يناير 24 انتخاب الإعادة في الداخل من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة التاسعة مساءاً أيام الثامن والتاسع والعاشر من يناير انتهاء عملية الفرز وتسليم المحاضر للجان العامة وقرارات اللجان العامة بشأن الاعتراضات وكل ما يتعلق بعملية الاقتراع وإعلان الحصر العددي للأصوات يوم 11 يناير 24 تلقي الهيئة للطعون في قرارات اللجان العامة يوم 12 يناير 24 البت في الطعون المقدمة في قرارات اللجان العامة خلال يومي 13 و14 يناير إعلان نتيجة الانتخابات النهائية ونشرها بالجريدة الرسمية في موعد أقصاه 16 يناير وبالتالي فإن كل الإجراءات الخاصة بالعملية الانتخابية ستنتهي قبل 17 يناير 2024 وهو التاريخ المقرر لنهاية الإشراف القضائي وفقاً للدستور ترجمة نانسي قنقر